الميليشيات الإرهابية لن تفتح هذا الحصار أو لن تفك هذا الحصار أو لن تسمح بفكه بالمفاوضات والجانب الدبلوماسي الشيء الوحيد الميليشيات التي تفهمه بخبرة تراكمية استمرت لمدة سبع سنوات ونحن داخلون في السنة السابعة تحديدا أن هذه الميليشيات لا تفهم إلا لغة القوة هذه القوة التي هي الوحيدة القادرة على كسر الحصار وكسر هذا المشروع الإرهابي الذي يثبت يوما بعد يوم أنه إرهابي بكل ما تعنيه الكلمة اليوم تحدثت بعد التقارير الأمنية في اليمن واصدرتها أجهزة أمنية أن هذه الميليشيات تتعاون مع جماعات إرهابية إصوة بداعش ما أريد أن أقول أن هذه الميليشيات التي تم زرعها من أجل إفشال ثورات الربيع العربي من قبل أطراف دولية معينة ما رأى الميليشيات تشبه تلك داعش التي تم إنشائها من أجل تدمير العراق إذ لا فرق بين داعش وبين هؤلاء الحوثيون الذين يسمون أنفسهم أنصار الله أخي الحبيب الميليشيات لا تفهم إلا لغة القوة ولو أخذ تحديدا حينما سيطر الجيش الوطني أو حرر أو استطاع أن يصل إلى جبال مقبنة تحديدا وإلى جبال الأحكوم شارقان هل وصل بمفاوضات وصل بلغة السلاح وهي التي لا تفهم الميليشيات إلا هذه اللغة لغة القوة والقوة وحدها فقط هي من سنكسر هذا الحصاب ترجمة نانسي قنقر